لو الحكاية فيها إنا ذيكو فإننا فكرنا أنها موجودة في الأسنان وفي بعض الأسنان تتخلع يتبقى مالهاش أي قويمة إحنا بدنا أن نفكر أن نحن نجيب الأسنان بعد أن تتخلع ونبدأ أن نأخذ العصر من جواها العصر بيكون غني جداً بالخلال الجزائي وأننا بعد كده نقدر أن نحن نفصلها بتيتنيكس معينة بعد كده نبدأ أن نستخدمها في علاج الأمراض المزمنة أو في الأبحاث شغالة على مستوى العالم في علاج الأمراض فكان بيواجهنا مشكلة أن السنة زي إحنا عارفين التركيب البنائي بتاعها أقوي جديد يمكن أن هو أقوى تركيب في جسم الإنسان أقوى من العظم نفسه فكاد عندنا المشكلة أن نحن ندخل جوا السنة عشان نأخذ النسيق العصبي من داخلها بس من جير ما نولد حرارة لأن كل الطرق حتى الطرق المستخدمة على مستوى العالم كلها بيتولد حرارة نتيجة للاحتكاج استخدم مواد إلك وحاجات تشتغل بالكهرابة تؤدي الإحتكاج إلى أنه يرفع على درجة حرارة الجلاف اللي بيغطي السنة اللي بيغطي العصف فالحرارة دي بتتنقل وتوصل للعصف فبتؤدي إلى أن يفقد حيويته فالخلال اللي بتطلع منه بتبقى يعني دد محد منه فإحنا فكرنا أن إحنا نستخدم السنة بوضع التشريكي بتاع السنة وفكرة بسيطة جدا أنه بيكون في حاجة زي الأسدود في بعض الأجزاء من السنة فعملنا جهاز كده عبارة عن زي الكنتينر علبة السنة بتبقى فيها وقاطع ده دقويق بينزل جوه الأفدود اللي موجود في السنة ويبدأ أنه يكسر السنة عن طريق أنه بيعمل كلاك زي كاسر صغير في السنة ويبدأ أنه ينتشر لغاية ما يقسم السنة جزئين ويجربنا دوع منه اختبارات في المعامل بتاعتنا والإنان العصب والخلال بتنتج بعد استخدام الجهاز ده الحيوية بتاعتها بتتعدى 90% وده أكتر من النتاج اللي موجودة عالميا بس طبعا فكرة الجهاز ده نشأت نتيجة لوجود مشكلة لكن الجهاز ده عبارة عن نقطة في المشروع بالكامل المشروع عامت من كده بكتير وإن إحنا ندخل بس جوه السنة كتديد ضيلمة اللي إحنا على الأساس هصيغن هذا الجهاز وتعودنا فيه مع مجموعة من المهندسيين عشان نبدأ نصيغله نظرية علمية هندسية يشتغل عليه عشان نبدأ نسوقه يعني وإحنا سجلناه براية اختراع محلي المفروض ان هو لسه هتناقش دوليا أما بالنسبة للمشروع فهو ان احنا عاوزين نستخلص الخلايا الجزعية من الأسنان وبعدين نعمل لها تخصص نسبة ان فعلا ده خلايا جزعية وهي من الأسنان اللي بعد كده نبدأ نستخدمها في العلاجات المختلفة وإحنا نجحنا في المرحلة التانية من المشروع ان احنا نفصل فعلا خلايا الجزعية واستخدمنا جهاز في مركز المسالك عندنا تبع دكتور غنيم وفصلنا خلايا الجزعية بنسبة مقوة تتعدى تسعين وستمراشه ذي اشتركوا في القناة